ما يكسبهم إلا تعنى تعنى جاهزي تخدم بيوت الله وعايد سعد عيد اللي له الكاسي تسنى له الكاسي تسنى ولعوا ولعوا البيدان واللي راح ضايد ومن بغى النومة ما هو بيت وانى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبدن نستعين متابعين الأعزاء في كل مكان أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وطيب تحية وترحيب هنا تتجدد الانطلاقات وتتجدد التحديات ضمن هذه الانطلاقات في ثاني أيام مهرجان خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن بالنسخة الأولى هنا في درة الميادين هنا ميدان الجنادري الميدان التاريخي الميدان الكبير الذي خرج لنا أساطير الهجن بالفعل انطلاق شوطنا الثالث عشر للبكار الحقايق أسماء عديدة أسماء كثيفة متواجدة من أجل النومانس ومن أجل الرقم الأول نتابع صدارة شوط تتقدم وحيشة سالم بن محمد بن فهيد الزبدان المري يقدم لنا وحيشة مع التحدي الأول ومع أول الانطلاقات الدور والنقل للمركز الثاني أتابع الشاهنية ماجد بن محمد بن حمد المرية تقدم بن حلفان مع المركز الثاني بشعار وانطلاقة الشرس بمحمد من يقدم لنا الشاهنية المركز الثالث أتابع القدوم من الفايزة وصالح بن ناصر أم صالح بن حمد بن راشد البراس المري يقدم الفايزة مع المركز الثالث المركز الرابع سراب أحمد بن سلطان بخليفة برشيد السويدي يقدم لنا انطلاقة أبو سلطان مع المركز الرابع المركز الخامس أتابع القدوم من شعار ند محمد بن صالح بن حمد بن محمد بن جرحب مع المركز الخامس المركز السادس بطشان بن صالح المحامض اليومي يقدم لنا ليسات ليسات القادمة مع المركز السادس المركز السابع أتابع القدوم وصلته الآن احتفال سعيد بن محمد بن حليس بن سعيد العفاري الكل محتفل بهذا الكرنفال بهذا المهرجان وبخم تتقدم احتفال المركز السابع بن عفيشة قادم يقدم لنا انطلاقات النايفة عوض بن صالح بن محمد بن عفيشة الرزق مع المركز السابع المركز الثامن عبدالله بن صالح بن فهيد بن براك بن فهيد الزبدان مع اساس من تبحث عن الانتصار الحساس مع المركز الثامن المركز التاسع أتابع القدوم من فيصل بن علي بن طالب المريم مع مذيار عاشراً مع بن رويشد مع انطلاقة نطاح سليما بن سلام بسليما الفايدي الاجهاني متابعين الاعزاء في كل مكان عبر الشاشات عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي على ارض ميدان الجنادرية بالعاصم الرياض الله يلقم يالمقدم يالصراع حيشة مع الصدارة اسم تاريخي اسم كبير وحيشة وانطلاقات مع المركز الاول يتقدم سالم بن محمد بن فهد الزبدان المري يقدم لنا وحيشة مع اول التحديات ما شاء الله تبارك الرحمن على الاداء المميز على الاداء الاول الله يا الكلومتر الاخير جولة الاوامر جولة التحديات بن حلفون قادم يقدم الشاينية الشرس ماجد بن محمد بن حلفان ايضا القادم وصل الشعار في هذه اللحظات محمد بن صالح بن جرحب يقدم ند وايضا سفر بن مبلش البقم قادم و الشعارات القادمة ولكن الله يا بن حلفان بن جرحب ابناء قطر وابناء المملكة ابناء الدوحة وابناء المملكة ولكن بن حلفان الشرس ماجد بن محمد بن حلفان المري ولكن بن جرحب بن جرحب بن جرحب الأمتار الخطيرة الشهينية ولكن ند محمد وصالح بن حمد بن جرحب ولكن بن حلفان ماجد 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 للأمجاد عنوان للأمجاد عنوان يقدم الأداء الفنان بن جرحب قادم المملكة المملكة أبناء قطر أبناء الدوحة غادروا بالسلام غادروا بالسلام غادروا بالنماس مع بن جرحب السلامات للأشقاء في دولة قطر محمد وصالح بن حمد بن جرحب مع ند يا للند يا ند المركز الثاني ماجد من محمد وحلفان المري مع الشهين المكزر الثالث شعار أحمد ومال عبد واصل عامر مع هواء المكزر الرابع شعار محمد بن راشد بن إبراهي بن راشد البحيح مع شول المكزر الخامس شعار عوض بن صالح بن عفيشة أرز قدم لنا النايفة شوط مليء بالحماس وإن كان هذا الحماس موجود لا يستغرب في مثل هذا المهرجان الكبير مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن في نسخته الأولى هنا في الجنادرية هنا في درة الميادين هنا انطلاقات وتحديات ولقطات الإعادة لهذا المشهد الكبير ولحظات الوصول في هذا الشوط الجميل ولحظات التوقيت مع ند في هذه اللحظات لحظات التوقيت المميزة والحضور المميز من شعار وانطلاقة بن جرحب وسلاماتنا للأشقاء هناك في دولة قطر الشقيقة ونهني أبناء ميدان الشحنية على هذا الفوز المميز ملخص صوتنا الثالث عشر للحكايق البكار وهنا لحظات الوصول ولحظات التمييز محمد بن صالح بن حمد بن جرحب معدد مشكور يا أبو صالح ست دقائق ثانيتين سبع ستين جزء من الثاني نقالك النوماس والمركز الأول في هذا المهرج المركز الثاني ماجد بن محمد بن حمد المري بن حلفان قدم الشحنية ست دقائق ثلاث ثواني سبع أجزاء من الثاني مشكور يا أبو محمد المركز الثالث أحمد بن مانع بن دواس آل عامر بن عاوائد ست دقائق أربع ثواني أربع ثواني جزء من الثانية المركز الرابع محمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد البحيح قدم لنا شوده خامسا عوض بن صالح بن محمد آرز قدم لنا انطلاقة نايفة هكذا ملخص الشوت الثالث عشر ولقاطات رعاة ولحظات الوصول المميز إلى خط النهاية كانت تنافس سريف كانت تنافس حامي ما بين الشعار الذي وصلوا إلى خط النهاية ولكن ند تصل أولا إلى خط النهاية لتعلن الفوز وتعلن الانتصار وتتويجها بالمركز الأول في مهرجان خادم الحرمين الشريفين السباقات الهجن على أرض ميدان الجنادرية والعشر المراكز الأولى تهنينه للجميع على هذا التمييز وهذا الحضور المميز في هذا المهرجان الكبير الذي يحمل الاسم الغالي عند الجميع عشواط هذا المهرجان ومتعة هذا المهرجان ووناسة هذا المهرجان تستمر مع شوطنا القادم الشوط الرابع عشر القعدان الحقائق العامة أربع كيلومترات محمد بن هادي من فارة المري واصفا معلقا على الشوط القادم نتمنى التوفيق للمشاركين وأيضا لك يا أبو هادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة